على البلاطة هنا بكمل بقيت بقى المسألة الجزء اللي احنا خدناها بكده في المحاضرة اللي فاتت انا عايز احسب بقى بعد ما شيكت البنشنج على العمود كنت عايز احسب ايه المومت في اللونج دايركشن انت عايرف طبعا تذكرة لك على المحاضرة اللي فاتت ان احنا كنا اخدنا عشان نحسب حسبنا الكولوم ستريب بتاعي كان عبارة عن كام عبارة عن سبعة في ستة كنا بناخد ايه بناخد المومت هنا هو في اللونج دايركشن WS في L2 في L1 مع ستلتين والدي كان هو ايه العمود بتاعي اللي انا باخده اللي اخدناها بسبعين سنتي في الاخر يبقى الWS في 18 والL2 اللي هي البعد الصغير اللي هو ستة في L1 اللي هو بعد كبير اللي هو سبعة كل ده تطلع لي في الاخر الام نوت بتاعتي خمسمية خمسة وتمانين في اللونج دايركشن فيه البحر الكبير اللي هو السبعة متر بتاعي التورت دايركشن التورت دايركشن يعني معنى كده اللي سباب بتاعك هو اللي هيبقى ستة يبقى الWS في L1 في L2 ناقص تلتين الدقيق تربيع تمانين عوض الـ L1 بسبعة و L2 بستة و الأبعد العبود 0.7 يطلع لك الموبت بتاعك 490 كيلو نيوتن متر و هو هعمل ايه؟ انا عندي Column Strip بتاعي و Field Strip انت عارف طبعا انا كنت بجيب البحر الصغير واقسمه على اتنين تبقى هو دي ايه؟ Column Strip بتاعتك و Field Strip بتاعتك طيب الناحية التانية هيحصل فيه فرق اه طبعا يحصل فيه فرق لان انا ببعد بتاعي هنا كان 6 متر الـ Column Strip تقدي الـ Field Strip ساخد values of code اللي ندهم لي وابتدي اعوض فيهم زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت بالزبط على الاكزامبل طيب انما الناحية الـ Direction التاني لا الـ Direction التاني خب بالك ان انت عندك 7 متر فانا اخدت 3 متر من هنا و 3 متر من هنا يسوي Field Strip لازم اعمل Correction Factor وابتدي اخد عملت الجدوى المتاعي اللي اقدر اطلع بالقيم بتاعتي في Column Strip واعوض فيهم في العرض بتاعي اللي هو 3 متر والارتفاع بتاعي الـ Depth بتاعي اللي هو 19 اللي كان 22 ناقص 3 سنتي يبقى 19 طلعت C1 طلعت G منها طلعت الحديد على العرض B اسمت على العرض B طلعت الحديد على المتر الطولي طلعت كمية الحديد كل متر طولي بالنسبة لي قدقي الشرط Direction زي ما اتفقنا اهو انا عندي 7 متر 3 متر منهم اخدت Column Strip زي ما اتفقنا و 4 متر Field Strip طيب انا كده Value زاعت الكود بتقول لي لازم Column Strip بتبقى قد Field Strip يبقى لازم اعمل Correction Factor 31 في الاتجاه التاني في الاتجاه الرقصي فين ادي الاتجاه اه الجزئية دي يبقى انا كده عند العمود ده مش على الطرف لأ العمود اللي جوه واللي بعدي يبقى انا احط هنا اهو في Column Strip 21 21 اهو ادي 8 هنا و ادي 8 هنا يبقى ادي الاتجاه الرقصي بتاعي و ادي حطت هنا الحديد العلوي 8 16 لان الاتجاه كان negative moment واخد بالي دايما من اتجاه وضع للعمود ده صفلي و ده علوي اللي على لمينك ده لما بتحط في التجاه التاني اللي على لمينك دايما الصفلي والعشمالك العلوي و دايما احط indication للحديد للشكل ده عشان بيين ده علوي والتاني الصفلي احطه عاملين كده عشان ابين ان ده الحديد الصفلي